كما أكد وزير الخارجية سامح شكري حرصة واستعداد مصر الدائم للتنصيق مع الأشقاء في الإمارات بشأن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ القادم لضمان توفير كافة عناصر النجاح وخلال لقائه مبعوث الإمارات الخاص لتغير المناخ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر أعرب شكري عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التقارب حول تلك الموضوعات ومن جانبه أشاد الوزير الإماراتي بتنظيم مصر لهذا المؤتمر الضخم وإدارتها لأعماله على نحو يعزز من عمل المناخ الدولي كما نوه الجابر إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أطر التنصيق والتشاور مع مصر لضمان توفير عوامل النجاح والاستدامة استعدادا لاستضافة الإمارات لكوب 28 وذلك العام القادم بدبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر